تسلم اليوم المدير العام للأرصاد الجوي بينتوام أنيلي أكهزة محطات الأرصاد التي قدمت من قبلها المنظمة العالمية للأرصاد الأجهزة تسيم في تطوير المشاريع الزراعية وكذا تحكم في الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية بحردين عبدالشافي أدود دعما للسياسات الحكومة الرامية إلى تطوير المشاريع الزراعية وتوفير العمن الغزائي في البلاد قدمت المنظمة العالمية للإرصاد الجوي ستة أجهزة أتاموتيكية لمراقبة أحوال التقسي والإرصاد الجوي هذا المشروع الذي اكتشف في معتمر باريس العالمي عام 2015 لدراسة التغيرات المناخية هذا وخلال ذلك قام أحد الفنيين والمختصين في هذا المجال بشح مفصل لعملية التشغيل كما أن هذا البرنامج تحصلت عليه إدارة الموارد المائية بعد جهود بزلت من قبل كبار المسؤولين في الدولة ومهندسين في الإرصاد الجوي تجروا الإشارة إلى أن البلاد ليست من الدول المستفيدة من هذا المشروع في السابق والآن بدأت تجني سمارها بفطل سياسة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي كرس جهوده لمكافحة تغيرات المناخية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتوفير الأمن الغزائي في البلاد ترجمة نانسي قنقر